بالنسبة لألم الصدر المختلفة اللي بيعاني منها اشخاص كتير بيجينا شكوى كتير وبنسمع يعني ناس كتير بتشتكي من ألم في الصدر وألم الصدر ده ممكن يختلف يعني ممكن يكون عبارة عن نغزات أو إحساس بالسقل في الصدر أو ألم حتى يعني ألم ما يخليش الإنسان يعرف ينام أو يعرف يمارس حياته والحقيقة إن أشخاص كتير بيعانوا من المشكلة دي وأشخاص كتير عندهم اعتقادات خاطئة بسبب هذه المشكلة بعض الناس بيعتقدوا إن ألم الصدر مرتبط دايما بالنوبة القلبية ولكن الحقيقة إن أسباب ألم الصدر اللي احنا هنستعرضها في هذا الفيديو فيديو هام جدا أسباب ألم الصدر اللي ممكن الإنسان يشعر بها ممكن تكون ترجع بعضها إلى مشاكل في القلب أو ممكن مشاكل في رئتين أو ممكن مشاكل في الجهاز الهضمي أيضا ممكن تصل إلى الصدر أو ممكن مشاكل في الجهاز الهيكلي أو في العظام والعضلات فإحنا هنركز على أهم المشاكل والأسباب التي تسبب ألم الصدر علشان يعني نزيل أكبر قدر من اللابس والمفاهم الخطأة عند كتير من الأشخاص بخصوص هذه المشكلة بسبب كسرة الشكوى وتكرار الشكوى من ألم الصدر المختلفة أول سبب ممكن يرجع له ألم الصدر هو متعلق بالقلب وهي مشاكل القلب من مشاكل القلب اللي ممكن تصيب الإنسان وتسبب له ألم في الصدر النوبة القلبية والنوبة القلبية معروفة إن هي بتحصل نتيجة إعاقة مرور الدم في القلب بسبب وجود جلطة دموية في القلب أيضا المشكلة الثانية اللي ممكن تحصل في القلب هي الزبحة الصدرية والزبحة الصدرية مفهومها إن هو تقليل تدفق الدم إلى القلب وده بيسبب قلة الإمداد الدموي للقلب بيسبب قلة الغذاء والأكسوجين الوارد إلى عضلات القلب وإلى إنسجة وخلايا القلب فبالتالي كفاءة القلب بتقيل وسبب قلة الإمداد الدموي بيكون بسبب أيضا وجود جلطات في الشراعين القلبية أو نتيجة إنسداد الأوعية الدموية اللي بتغزي القلب بالصفائح الدموية أو بالكوليسترول وخلافه وتسبب الزبحة الصدرية وطبعا الزبحة الصدرية إن لم يتم تشخيصها مبكرا وعلاجها بصورة صحيحة ممكن تؤدي إلى الوفاة بصورة سريعة أيضا من المشاكل المتعلقة بالقلب واللي بتسبب عند المرضى ألم في الصدر توسع شريان الأورطة توسع شريان الأورطة ده عبارة عن مشكلة صحية بتهدد حياة الإنسان أيضا في بعض الحالات بعض المرضى بيحصلون منفصال في الطبقة الداخلية المكونة للشريان الأورطة هذه الطبقة الداخلية بيحصلها بتنفصل عن جدار الشريان وطبعا الشريان الأورطة ده هو الشريان الرئيسي اللي بيغزي جميع أجهزة الجسم فبالتالي لما بينفصل طبقة منه إذن بيضعف هذا الشريان جدار الشريان بيضعف وممكن يسبب تمزخ جدار الشريان وبالتالي حدوث نزيف حاد أو حدوث ألم في الصدر شديد وممكن أيضا يعقبه الوفاة أيضا من المشاكل القلبية اللي بيسبب ألم الصدر التهاب التامور والتامور ده اللي هو الغشاء الذي يحيط به القلب التهاب غشاء القلب أو التهاب التامور بيسبب ألم حد في الصدر وهذا الألم بيزيد جدا عند المريض عند الاستلقاء لما بيجي المريض يستلقي أثناء النوم أو في وضع الاستلقاء أو عند التنفس ويجب طبعا علاج التهاب غشاء التامور معرفة السبب وعلاجه السبب الثاني اللي ممكن يكون وراء ألم الصدر اللي ممكن بعض الأشخاص بيشتكوا منه وهي مشاكل خاصة بالجهاز الهضمي وتقدر أن هي تسمع في الصدر وبيشعر المريض أن المشكلة في الصدر في حين أن منبع المشكلة وأصل المشكلة بيكون مشكلة هضمية المشاكل الهضمية اللي ممكن تسبب ألم في الصدر أشارها حرقة المعدة حرقة المعدة دي حالة صحية بتحصل عندما تخرج الأحماض من المعدة بالتجاه البلعوم وبتسبب عدم الراحة وألم في الصدر أيضا في مشاكل في البلع من المشاكل الهضمية اللي بتحصل مشاكل في البلع ومشاكل البلع دي بتحصل بتيجي أيضا بتسبب مشكلات في البلعوم وبتسبب مشكلة في بلع الطعام وبتخلي المريض يشعر بألم في منطقة الصدر أيضا ممكن من المشاكل الهضمية هي مشاكل خاصة بالبنكرياس والمرارة مشاكل البنكرياس والمرارة بتحدث نتيجة وجود حصوات في المرارة أو تعرض البنكرياس لمشكلة صحية أو أي التهاب يحدث داخل تجويف البطن أو داخل الأعضاء اللي موجودة في التجويف البطني بتسبب التهاب وتسبب ألم في منطقة البطن وهذا الألم ممكن يمتد إلى أن يصل إلى الصدر إذن مش معنى أن في المريض بيعاني من ألم في الصدر أن الألم مرتبط بالصدر أو بالقلب لا ممكن يكون الألم مرتبط بمشاكل في الجهاز الهضمي زي ما ذكرنا ممكن يكون حرقة المعدة وده بيتمثل نسبة كبيرة من المرضى وممكن مشاكل في البالع في مشكلة في المريء أو في البلعوم في انسداد في أحد المجاري الهضمية أيضا مشاكل البنكرياس وحصوات المرارة ممكن تمتد التقلصات إلى أن تصل إلى الصدر وبيلتبس على المريض ويعتقد أن السبب هو القلب في حين أن السبب الجهاز الهضمي كمان في مشكلة القولون العصبي النسبة كبيرة من المرضى اللي بيعانوا من القولون العصبي الألم ممكن يمتد إلى أن يصل حتى إلى الكتفين يعني الكتف بعيد جدا عن القولون ولكن ألم القولون العصبي والتقلصات ممكن تصل إلى الأكتف في جسم الإنسان وتصل إلى الصدر ويكون سببها هو القولون العصبي إذن مشاكل الصدر أو ألم الصدر الطبيب هو اللي يقدر يفرق أو يحدد منبع هذه المشكلة بناء على الأعراض اللي بيشتكي منها المريض السبب الثالث وراء سباب ألم الصدر المختلفة فممكن يكون مشكلة في الجهاز الهكالي أو في العظام والعضلات في بعض الإصابات اللي بتحدث في القفص الصدري في جسم الإنسان بتأثر على حياة الإنسان وبتسبب ألم في الصدر زي التهاب الأضلع والغدريف والتهاب غدريف القفص الصدري اللي هي بتفصل بين أضلع أو ضلوع القفص الصدري وعظام الصدر ممكن يحصل التهاب في هذه الغدريف وبالتالي تسبب ألم شديد في العظام أو في الصدر وبيظهر الألم ده عند تحريك الزراع أو الإيد في أي حركة بيقوم بها المريض أيضا التهاب العضلات التهاب العضلات ده مرض بيصيب العضلات وخاصة العضلات القفص الصدري بيسبب ألم شديدة للمريض زي الألم العضلي الليفي وده بيسبب ألم وإزعاج شديد للمريض وعموما مشاكل العظام والعضلات بتسبب يعني اللي بيميزها أن ألمها بيكون محسوس يعني يقدر المريض يتحسس موضع الألم بإيده ومنطقة يضغط عليها معينة يشعر بالألم في حال كان اللي التهاب فيه العظام أو فيه العضلات أو فيه الغدريف أيضا إصابة الأضلع من المشاكل اللي بتحصل فيه عظام وعضلات القفص الصدري إصابة الأضلع والأضلع دي اللي هي بتحمي الرئتين وبتحمي القلب داخل التجويف الصدري وبينتج عنها ألم حاد فيه الصدر إصابة الأضلع ممكن شخص اللي قدر الله يتعرض لحادث يصاب بردود وكدمات فيه العظام القفص الصدري أو ممكن الشخص يسقط من مكان وارتفع وبالتالي يصاب ببعض الشروخ أو بعض الألم في العظام وعضلات القفص الصدري وده تسبب له مشكلة عند تحريك الزرعين أو حتى عند الشهيق والزفير السبب الرابع من سباب ألم الصدر ممكن يكون متعلق بأرئتين اللي هم عضو التنفس في جسم الإنسان الأمراض أو المشاكل اللي ممكن تصيب الرئتين وتسبب ألم في الصدر هو أشهرها الانسداد الرئوي والانسداد الرئوي دي عبارة عن حالة صحابة صيب الإنسان عندما يحدث تجلط دموي في الشريان الرئوي اللي بيغزي الرئة وبيمنع تضفق الدم إلى الأنسجة الرئوية فبيسبب انسداد الرئوي وبالتالي يسبب ألم في الصدر للمريض أيضا من المشكلات اللي بتحصل متعلقة بالجهاز التنفسي التهاب الغشاء المحيط بالرئة في حال حدث التهاب في الغشاء اللي بيحيط الرئة ده ممكن يسبب أيضا ألم في الصدر وهذا الألم بيزيد عند التنفس أو عندما يقوم المريض بالسعال أيضا من المشكلات انهيار الرئة وانهيار الرئة ده بيحدث عند تدمير أنسجة الرئة تماما وتوقف خلايا رئتين عن العلم عن عفوا العمل وألم الصدر المرتبط بانهيار الرئة اللي بيميزه أنه بيبدأ بشكل مفاجئ وبيمتد لعدة ساعاته وبيصيب المريض ضيق في التنفس ضيق حد في التنفس طبعا المريض بيحتاج أنه يتنقل للعناية المركزة وبيتم تركيب جهاز تنفس صناعي فوري للمريض لتوفير الإمداد الأكسوجين إلى داخل الجسم بسبب انهيار الرئة وتوقف عن العمل أيضا من المشكلات اللي بتحصل فيه الرئتين وبسبب ألم في الصدر هو فرط ضغط الدم الرئوي وده نقصد بارتفاع مستويات ضغط الدم في الشرايين اللي بتحمل الدم إلى الرئتين أيضا هذا المرض بيسبب ألم في الصدر آخر حاجة من الألم اللي ممكن تصيبك وتسبب لك ألم في الصدر هي بألم يعني أسباب متنوعة بتشمل نوبات الزعر ونوبات الزعر دي حالة نفسية زي لما الإنسان يتعرض لموقف فيه انفعال أو خوف بيشعر بضيق في الصدر أو ألم في الصدر وبيترافق مع تعرق شديد وضيق تنفس وغسيان ودوار وده بيسبب ألم صدر وده بيكون مؤقت ومرتبط بالحالة النفسية أو الحالة الموقف اللي بيمر بالمريض يعني بعد زوال السبب بيعود المريض إلى وضع الطبيع وبيختفي الألم أيضا من الأسباب اللي بيسبب ألم في الصدر مرض ما يعرف به الهيربس النطاقي وهو اللي هو فيروس الجدري وده بيحصل وبيكون كامن في جسم الإنسان وعند نشاطه بيعمل زي اللي هو الحزام الناري أو ما يسبب ألم في الصدر عند المريض نتيجة إعادة تنشيط هذا الفيروس والفيروس الهيربس النطاقي أو الفيروس الجدري ده طبعا بينشط عند ضعف جهاز المناعة في جسم الإنسان لسبب من الأسباب وبيكون من مضاعفاته أثناء نشاطه هو حدوس ألم في الصدر بتختلف الأسباب وبتختلف طرق العلاج باختلاف الأسباب والطبيب هو القادر على أنه هو يشخص السبب أو يحدد إيه سبب ألم الصدر في النهاية عرفنا أن ألم الصدر بيختلف أسبابها وبتتنوع علشان يعني نتمنى أن نكون قدمنا خلفية معرفية للأشخاص اللي بيعانوا من هذه المشكلة أو عندهم استفسارات بخصوص هذه المشكلة في النهاية عجبك الفيديو نتمنى الضغط على الزر الإعجاب نتمنى الاشتراك في القناة تعفع الجرس التنبيهات على كل الفيديوهات والاشتراك في القناة ومشاركة الفيديو مع الأصدقاء علشان نتعم الفايدة وفي النهاية نتمنى السلامة للجميع ونلتقي بإذن الله في فيديو جديد وموضوع جديد